محكمة جنات القاهرة المنعقدة بتورة برئاسة المستشار الجليل حسن فريد عضوية المستشارين خالد حمد وباهر بهاي الدين النهاردة السبت إحالة قررت إحالة كانت بتحكم 281 من الـ 208 تم إحالة أوراق 37 واحد للمفتي بما فيهم هشام عشماوي الإرهابي الضليع يبقى كان فيه محكمة الـ 208 تم إحالة أوراق 37 للمفتي بما فيهم هشام عشماوي قاموا بإيه 54 عملية إرهابية منهم 49 عملية قتل لضباط وجنود أهو ده لما استلمنا الإرهابي القاتل هشام العشماوي الرجل رئيس المستشار حسن فريد قال كلمة عظيمة جدا أتوجه بكلمات إلى الشعب المصري العظيم وضمير المحكمة يئن ويعتصر من فرط الحزن والألم والأسى من جرائم المتهمين فقد ثبت للمحكمة على وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس ارتكبوا 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر الحبيبة المحاولة المحاولة لمحاولة زعزعة استقرار البلاد وضرب الوحدة الوطنية وقال رئيس المحكمة في بيان رائع ياريت تقروه تابع المتهمون قتلوا الضباط محمد مبروك السيد خطاب بقطاع الأمن الوطني عمدا مع صبك الإصرار وترصد وقتلوا اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية عمدا مع صبك الإصرار وترصد وقتلوا مصطفى ربيع محمد المنشاوي وقال اخترنت بقتل أحمد يوسف محمد علي فرضي شرطة القائمين بخدمة نقطة النزهة الجديدة عمدا مع صبك الإصرار وترصد وقتلوا هاني إبراهيم لدل فرض شرطة القائم على خدمة الارتكاز الأمني بطريق الدائري عمدا مع صبك الإصرار وترصد وجاء في الكلمة قام المتهمون بإيه؟ بتفجير مدرية أمن القاهرة فجروا مدرية أمن الدقاهلية فجروا مدرية أمن جنوب سيناء وأتلفوا مبنى كنيسة العذراء والملاك ميخايل بمنطقة الوراء خربوا أملك عامة مخصصة لمصالح حكومية والمملكة لجهاز الشرطة سرقوا السيارات الكثيرة من أفراد الشعب بالإكراه بحيازتهم أسلحة آلية نارية سرقوا صناديق بجهاز الصراف الآلي لبنك الإسكندرية فرع الأمطرة وسيارة نقل أموال مكتب بريد الإسماعيلية أتلفوا مساجد يوسف أغا وسلطان شاه ومسجد الصالح وخربوا مبنى معسكر الأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية وكذا مركز شرطة أبو صغير وخربوا مبنى محكمة المنصورة والجهاز المكازي المحاسبات ومقر مباحث التهرب الضريبي ومقر رئاسة مركز طلخة ومركز شرطة طلخة والمصرف المتحد ومصرح المنصورة القومي والهيئة المصرية العامة لمشروع صرف الصحي ونادي قضاة المنصورة والتطبيقيين والمعلمين والتجاريين استكمل خربوا مبنى محكمة الطور واصطراحة مطار طور سيناء مركز التدريب المهني مكتب تشغيل طور سيناء ونادي ضباط الشرطة بطور سيناء وقسم الجوازات ومركز جامعة القهر للتعليم المفتوح خربوا معسكر قوات الامن بالسويس خربوا احدى الهوائيات الخاصة بمحطة الاقمار الصناعية بالمعادي ضربوا السفن المرة بقناة السويس بالارب جي سرقوا المبالغ النقدية المعهود الى مكتب بريد العزب بالمطارية بالاكراه واستندت النيابة العامة للمتهمين اثندت اليهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام الى جماعة ارهابية والتخابر مع منظمة اجنبية متمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الاخوان تخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع صبق الاسرائيل والترصد والشروع فيه ويحراز الاسلحة النارية والزخيرة وضمت الاربعة وخمسين جريمة اللي وجهت للمتهمين العريض من الوقاع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة ضمت تسعة واربعين واقعة قتل الضباط لما نيجي نقول ان في عندي ميتين وتمانية واحد متهم في انصار بيت المقدس تم الحكم على سبعة وتلاتين بالاعدام وحالة اوراقهم للمفتي مع عشام عشماوي محدش ياخد الخبر ده في الاعلام ويقوله بس لا قبل ما اقول الخبر احالة سبعة وتلاتين متهم الى المفتي مع العشماوي ده خبر خاطئ في تقديري لازم اقول الاول الجرائم اللي ارتكبوها ايه قتلوا كم واحد موتوا كم واحد فجروا ايه لذلك تم احالتهم للمفتي ده الخبر يصغب هذه الطريقة علشان الناس اللي بتصطاب في الماء العكة